بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ حصتنا هذه إن شاء الله بتصحيح تمارين الموجودة على الصفحات 45 51 تأخذون معي الآن الصفحة 45 أقوموا تعلماتي ألون الجواب الصحيح سافر الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى الشام للتجارة ورفقة عمه أبي طالب للتجارة ورفقة عمه أبي طالب الآن أربط بخط اكتشف علامة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الراهب بحيرة سؤال مولي أضع علامة صحيح على الصورة التي أخبر فيها الراهب بحيرة أبي طالب بعلامة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الصورة الراهب بحيرة على علامات على علامات النبوة الظاهرة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أهل الكتاب فأخبر بها عمه أبا طالب الآن ننتقل لصفحة 50 أقوم تعلماتي صحيح ألونها أحمد الله بعد الأكل ألونها أمضغ الطعام جيدا ألونها أسمي الله قبل الأكل ألونها الآن أحبائي نمر إلى درس جديد في مادة القرآن صورة الغاشية الجزء الثاني تأخذون معي الصفحة 58 59 أهداف تعلم أستمع إلى صورة الغاشية وأقرأها أستظهر صورة الغاشية وأفهم معانيها ألزم طاعة الله لأنال رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أفهم المفردات معانيها لبل يعني الجمال جمع جمل الجمال مذكر أي مبلغ إيابهم أي رجوعهم الآن أبنائي سأعطيكم شرحا ملخصا بهذا الجزء يقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت يدعو الله سبحانه وتعالى الناس للتأمل كيف خلق الجمال الكبيرة وكيف رفع الله السماء العالية وكيف نصب الجبال الشاهقة والأرض الواسعة كيف جعلها الله مستوية منبسطة حتى نستطيع العيش عليها كل هذه الأشياء تدل على قدرة الله عز وجل وتدعونا إلى عبادته وحده وإلى طاعته وعدم مخالفة أمره يقول تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سبحانه وتعالى يأمر النبي الكريم أن يذكر الناس بالجنة والنار وأن ينصحهم والرسول يا أبنائي يذكر الناس وينصحهم ويدعوهم إلى الإيمان ولكنه لا يجبر أحدا على الإيمان والتوحيد ولكن الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويصرون على كفرهم سيعذبهم الله أكبر عذاب يوم قيامه مرجع هؤلاء وعودتهم إلى الله وهو الذي سيحاسبهم على أعمالهم التي عملوها ولهذا أبناء الأعزاء نستفيد من هذا الجزء أتبع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجنب نفس الخسران في الدنيا والآخرة نمر الآن إلى الصفحة 59 أحفظ وأستدهر يعني ستحفظون هذا الجزء وستستدهرونه على أحد أبويكم الآن أقوم تعلماتي تأخذون قلم الرصاص أربط بين المفردة ومعناها الإبل إيابهم سنربطها مع رجوعهم الجمال في رأيكم أبنائي الإبل مع أي كلمة سنربطها أحسنت بني الإبل يعني الجمال إيابهم نعم بنيتي أحسنت يعني رجوعهم الآن سؤال موالي ما هي المخلوقات الأربع التي ذكرها الله في صورة الغاشية ما هي هذه المخلوقات سنرجع إلى الجزء إذن أفلا ينظرون إلى إبلي إذن المخلوق الأول الإبل كيف خلقت وإلى السماء المخلوق الثاني السماء أحسنتم وإلى الجبال المخلوق الثالث الجبال أحسنتم وإلى الأرض كيف سطحت المخلوق الرابع الأرض أحسنتم أبنائي إذن هذه المخلوقات هي الإبل السماء الأرض والجبال الآن أستثمر ألاحظ وأستظهر شفاهيا آيات صورة الغاشية مستعينا بالكلمات الإبل الجبال رفعت سطحت إذن نستظهر أفلا ينظرون إلى إبلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أحسنتم أبنائي إذن نهتدي بهذا الجزء ونتذكر فعندما يتذكر المؤمن يوم لقاء الله يتوب إلى ربه ويطيعه دون أن يجبره أحد أمناء الأعزاء الآن سنمر إلى درس آخر وهو في مكون التزكية العقيدة تأخذون معي الصفحة 56 عنوان الدرس ما أعظم ربي العظيم الجليل أهداف التعلم أتأمل مخلوقات الله ثم أتعرف عظمة وجلال الله من خلال خلقه ثم أعظم الله تعالى وأجله أتذكر وأستثمر قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى لي بلي كيف خلقت هنا الله سبحانه وتعالى يدعو يدعو من؟ يدعونا نحن أن ننظر إلى مخلوقاته أكتشف أو أعبر انظروا معي أحبائي إلى هذه الصورة ماذا ترى أو ماذا ترين بنيتي في هذا المشهد؟ نرى فيه أحسنتم سماء ذات لون جميل جبال شاهقة حيوانات متعددة الأشكال والألوان جمل حصان طاووس أرنب غزالة بطة فراشات طيور نرى نباتات ذات ألوان زاهية نرى ماء وخضرة أشجار أما يعبر المشهد في رأيك بني وبنيتي أما يعبر هذا المشهد أحسنتم هذا المشهد يعبر عن إبداع وعن روع في الخلق وعن عظمه وعن جلال إذن فهو يعبر عن قدرة الخالق وعن عظمته وعن جلال من خلق كل هذه الأشياء الآن سؤال آخر أما يدل تعدد مخلوقات الله واختلافها يدل على عظمته وجلال الله سبحانه وتعالى ويدل أيضا عن حبه لنا لأنه زين لنا هذا الكون زينه بطبيعة الحال للمخلوق الوحيد المحبوب عند الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى الذي هو الإنسان قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يعني أن هذه المخلوقات كلها تسبح لله ولهذا فالله سبحانه وتعالى خلقنا وهو يعرف أننا لا نراه ولكن لكي نتعرف عليه وعلى عظمته فهو يدعون أن نتأمل مخلوقاته ولذلك أعظم الله تعالى وأجله بالنظر في خلقه والتأمل في قدرته الجلية في أرضه وسمائه نمر إلى الصفحة الموالية الصفحة 57 أفلا ينظرون انظروا معي إلى صورة الجمل ودعونا نتأمل كيف خلقه الله سبحانه وتعالى ثم إلى السماء كيف رفعها الله دون أن تسقط علينا ودون أن تصطدم أحد كواكبها بنا كذلك ننظر إلى الجبال الشاهقة الكبيرة التي لا تتفتت ولا تتساقط علينا رغم أن الأرض تتحرك كذلك ننظر إلى الأرض كيف سطحت في رؤيتنا ولكن هي في الحقيقة مسطحة الأرض كروية الشكل ولكن الله سبحانه وتعالى سطحها لنا في أعيننا وفي إحساسنا فعندما يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون هنا ليست دعوة للنظر بالعين فقط بالعين المجردة ولكن هي دعوة للنظر بعين العقل وعين النظر أو بنظر العقل وبنظر العين إذن هي دعوة للعلم وللبحث العلم الذي يقربنا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أكثر يقول الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم إذن الإنسان عندما يرى هذه الأشياء ويرى عظمة الله سبحانه وتعالى ما عليه إلا أن يقول سبحانك ربي العظيم هنا بيت أو بيتين شعريين وعظم ربي أخشاه في كل صلاة ألقاه مجيب غني رباه عظيم جليل هو الله إذن تعرفنا في هذه الحصة أبناء الأعزاء على اسمين عظيمين جليلين هما العظيم الجليل نتذكرهما دائما فأعظم ربي وأجله كيف ذلك بالتأمل في بديع خلقه الآن أبنائي نمر إلى درس آخر هو في مكون اقتداء سيرة نبوية تأخذون معي الصفحة ستون أهداف التعلمية أتعرف بشارات الكتب السماوية بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتعرف مساندة خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم إذن الدرس هو الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر به أتذكر أستثمر قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد إذن أبنائي كما تعلمنا في الدروس السابقة محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وتربى فيها وكذر فيها عندما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرون سنة تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها وعندما بلغ أربعون سنة حبب إليه الخلاء أي حببت إليه العزلة فكان لا يعجبه ما يقوم به قريش من عبادة الأصنام ومن الأفعال القبيحة فكان يذهب لغار حراء يتعبد فيه الليالي الكثيرة حتى جاءه الملك جبريل عليه السلام في إحدى الليالي وقال له اقرأ فأجاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ وضمه ثم أرسله أي أطلقه وقال له اقرأ فأجاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ثم ضمه الثالثة ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم ذهب جبريل عليه السلام هنا رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها خائفا يتصبب عرقا فقال لها ذاتروني ذاتروني زنملوني زنملوني أي غطوني وأخبرها بما جرى له وقال لها إني أخاف على نفسي يا خديجة فهدأته وطمأنته رضي الله عنها وذهبت به عند ابن عمها ورق ابن نوفل وكان رجلا شيخا كبيرا قد عمي وكان رجل قد تنصر في الجاهلية أي أصبح على دين عيسى عليه السلام وكان يقرأ من الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى الذي هو التوراة والكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام الذي هو الإنجيل انظروا معي أحبائي إلى الصورة انطلقت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورق ابن نوفل وقالت له أي ابن عم اسمع ما يقول ابن أخيك قال ماذا يقول ابن أخي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقب ابن نوفل بما وقع له في غار حراء فأجاب له ورقة هو والله أن موس أي الملك الذي كان يأتي موسى فيا ليتني حيا يوم يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤذرا أي بشره سيدنا أي بشره ورق ابن نوفل أن هذا الذي جاء هو الملك جبريل الذي كان يأتي إلى موسى عليه السلام وتمنى ورقة لو كان شابا فيعين محمد صلى الله عليه وسلم الآن أبنائي تمرون معي إلى الصفحة الموالية أفهم أضعوا نعم أو لا في الخانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الأنبياء والرسل هل صحيح؟ لا خطأ بشر به الأنبياء والرسل نعم بشر به سيدنا موسى نعم هو أفضل خلق الله نعم هو خاتم الأنبياء نعم الآن سؤال الموالي أقوم تعلماتي ألون الجواب صحيح تأخذون اللون الذي تحبونه أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته ذكرت في التوراة أو ذكرت في الإنجل في رأيكم هل ذكرت هذه الأوصاف في التوراة وذكرت في الإنجل نعم ذكرت في التوراة وفي الإنجل إذن نلون البطاقة التي فيها التوراة والبطاقة التي فيها الإنجل والتوراة والإنجل كما تعلمون وكما قلت سابقا هم كتابين نزلهم الله سبحانه وتعالى التوراة على سيدنا موسى والإنجل نزله الله على سيدنا عيسى الآن أضع علامة صحيح أمام الصورة التي تحدث فيها ورق ابن نوفل عن الملك الذي أتى موسى عليه السلام هل هي الصورة التي توجد على يمين أو الصورة التي توجد على اليسار في رأيكم إذن أبنائي هي الصورة التي توجد على اليسار وهي الصورة التي يقول فيها ورقة هو والله أن موس الذي كان يأتي موسى يا ليتني حيا يوم يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤذرة إذن أحسنتم أبنائي الآن لدينا بيتين شعريين يا مدحان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما لحساد نتابت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأحسن وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فأنك خلقت كما تشاء اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله إذن أؤمن وأقتنع وأتأكد بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر به كل الأنبياء والرسل السابقين نفعني الله وإياكم أحبابي بما سمعنا وإلى لقاء قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته